طالما أنه العالم الأخلاقي في تدهور وطالما عم نشوف البشرية في انحدار ومنشوف الدمار والتشويش والفوضى وفعلا كأنه كل شيء يعني فالت زمام الأمور لي الله لا يتدخل أن يوقف هذا الدمار سؤال رائع لا ننسى أنه أولا أنه لذال الله هو العلي المتسلط في مملكة الناس مملكة الناس لكن لا ننسى أن الله يحترم إرادة البشر يا أخ نزار صح فنحن موجودين الآن في زمن أستخدم تعبيرين كتابيين تعبير الأولاني نحن في زمن اسمه أزمنة الأمم وتعبير تاني اسمه يوم البشر إيه هو يوم البشر وأزمنة الأمم اللي فيه الناس بتعمل اللي هي عايزاه يقول لنا الكتاب في سفر أيوب فيقولون لله أبعد عننا وبمعرفة طرقك لا نصر الله لا يقتحم البشر لكن الله يحترم إرادة الناس عندما جاء المسيح متجسدا وقال لأرشاليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنت لم تريدي إذن نحن في أزمنة اسمها أزمنة الأمم ويوم اسمه يوم البشر هذا اليوم الذي نعيش فيه الإنسان لا يريد الله على الإطلاق مع أنه مرات عاوزين الله يتدخل ويوقف يعني هذا الانهيار أخلي بالك إحنا عايزين الله في مصلحتنا يعني واحد قال تعبير قال نعيش عيشة الغاني ونموت موتت لعازر يعني نعيش في اللي بدنا إياه نعيش في خطيانة نعيش بأفكارنا لكن عندما نحتاج إلى الله اتفضل تعالى أنت فين يا رب لكن إذا أردنا الله يتدخل في الحياة فلابد أن يكون هو السيد والملك على كل الحياة أضيف حاجة تاني كمان لماذا لا يتدخل الله هيجي اليوم دوت هيجي اليوم دوت قريب جدا عندما يسود المسيح يسوع على كل الكون وعلى كل الخريقة هذا اليوم لو تسمح لي أقرأ بعض الآيات من سفر أشعياء أصحاح 11 عندما يأتي الرب يسوع المسيح كملك الملوك ورب الأرباب واحدة من النبوات التي تتكلم عن ملك المسيح الذي سيأتي قريبا لكي يقبض على الشيطان يلقيه في الهاوية ويبيض الأشرار من الأرض ويملك المسيح ويسود عصر السلام على كل الأرض تسمح لي أقرأ أشعياء 11 ابتداء من عدد أربعة يتقال عن المسيح طب لو أقرأ من الأول أصحاح ويخرج قضيبه من جزع يسة وينبط غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب يتكلم عن النبوة عن شخص المسيح روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب وبعدين عدد أربعة يقول بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض ويضرب الأرض بقضيف فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه هيأتي المسيح في يوم جاي قريب المسيح له كل المجد سوف يبيض الشرير ويقضي للمساكين لمساكين الأرض ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض وبعدين يقول كلمة حلوة رائعة في نفس الأصحاح دوت عدد تسعة لا يسؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرابع بس قبل ما يحصل كده يا أخ نزار لابد أن يأتي المسيح يخطف مؤمنيه الأول إلى السماء يأخذهم من هذا العالم الشرير وهذا هو الرجاء المبارك الذي ننتظره يأتي المسيح ونخطف معه الذي قال في بيت أبي منازل كثيرة وحتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا يأخذ المسيح كنسته مؤمني بالدم إلى السماء ثم يقضي على الأشرار الذين في الأرض يقبض على الشيطان حسب رؤية عشرين ويلقي في الهاوية عندئذ يتم كلمات كلام الكتاب تمتلئ معرفة الرب في كل الأرض